اشتركوا في القناة يهدف للحد من تلوث المسطحات المائية وخلال هذه الحلقة سترون كيف التقوا وما الذي دفعهم للعمل معا المبدأ الأساسي لمشاريع التعاون عبر الحدود هو الشراكة العابرة للحدود الأوروبية ومن أجل بناء شراكة ناجحة يتعين على المرء أن يجد الشركاء المناسبين وأن يعملوا معا على تطوير المشروع وتوزيع الأدوار والمسؤولية وصياغة انتفاقية الشراكة أما الآن دعونا نلقي نظرة عن البحث عن الشركاء تتطلب برامج التعاون عبر الحدود أن تنفذ المشاريع في إطار شراكة يجب إشراك شريك واحد على الأقل من الاتحاد الأوروبي وشريك من دول الجوار الأوروبي وقد لا يكون هذا كافيا بالنسبة لبعض البرامج رجاء أن تتحقق من وثائق البرنامج وبالخصوص من المتطلبات الإضافية المتعلقة بالعدد الأدنى للشركاء أو للبلدان المعلمية ونسيما بالنسبة لبرامج الأحواض البحرية أميرة من الجيد أن تحدثنا من جديد إني أشاركك أفكارك واهتماماتك البيئية بإمكاننا العمل معا لإيجاد الطريقة الأجدى لرفع هذا التحدي وبالإضافة إلى ذلك وبما أن مسطحاتنا المائية مترابطة مع مسطحات منطقة ريفالة على الجانب الآخر من الحدود ينبغي لنا أيضا أن نفكر في إشراك منظمات من تلك المنطقة ولكن اسمحي لي أن أتحقق من شيء إذا لم تخني الزاكرة فهناك دعوة لتقديم المخترحات بشأن برنامج للتعاون عبر الحدود سيطلق قريبا وقد حددت البيئة كإحدى أولويات البرنامج وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون فرصة جيدة ما قولك؟ من الجيد أن يأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية ولكن ماذا يعني برنامج نتعاون عبر الحدود؟ إنه برنامج يدعم مشاريع الشراكة التي تنفذها بصورة مشتركة المنظمات الموجودة في المناطق المؤهلة من بلدان الجوار الأوروبي مشاريع تهدف لإيجاد حلول مشتركة تكون أكثر فعالية لمجابهة المشاكل المشتركة وبما أن منطقتنا تقع على الحدود فبإمكاننا المشاركة فيه بالتأكيد معا يمكننا تحقيق المزيد ولكن هذا يعني أيضا أننا بحاجة إلى شريك على الجانب الآخر من الحدود فكيف سنعثر عليه؟ لديكم أدوات متعددة موضوعة تحت تصرفكم وعليكم أن تختاروا من بينها واحدة أو أكثر وعادة ما يكون لكل برنامج عابر للحدود قاعدة بيانات عبر الأنترنت تشمل المشاريع المنفذة سابقا حيث يمكنكم العثور على معلومات حول الشركاء الذين شاركوا فيها وبالإضافة إلى ذلك نجد أن العديد من البرامج توفر أدوات عبر الأنترنت للبحث عن الشركاء حيث يمكنكم من خلالها نشر فكرة مشروعكم وتوضيح نوعية الشركاء الذين تبحثون عنهم للمشروع ولا تنسوا أن تتحققوا من المناطق المؤهلة ومن أصناف المؤسسات المؤهلة للحصول على التمويل وهذا في إطار برنامجكم وذلك من خلال موقع البرنامج تحلوا بروح المبادرة واتصلوا بالشركاء الذين حازوا على اهتمامكم يمكنكم أيضا البحث عن شركاء من خلال كيب وهي قاعدة بيانات عبر الإنترنت تحتوي على مشاريع التعاون عبر الهدود على مستوى الاتحاد الأوروبي وتظم أيضا منظمات من بلدان الجوار قد شاركت في مشاريع التعاون العبر للهدود وأخيرا يمكنكم الاتصال بهيئات البرنامج وبالسلطة الوطنية في بلدانكم والتي يمكنها إيصال مطلبكم للشبكات الأخرى يمكنكم أيضا التحقق من استراتيجيات وبرامج المنطقة القدودية ومحاولة تحديد المنظمات العاملة ضمن مجال اهتمامكم قوموا بصياغة فكرة مشروع واضحة وموجزة ومما يمكنكم من إيصال فكرتكم ومقترح مشروعكم إلى الشركاء المحتملين بشكل صحيح ويسهل عليهم التعامل معكم مرحبا أميرة أرجوك أخبريني أنك قد وجدت لنا أول شريك مرحبا بادر لقد راجعت قاعدة بيانات جمعية البلديات المحلية وقاعدة بيانات البرامج المتعلقة بشركاء المشاريع التي نفدت في منطقة ريفالا وهل حصلت على أي نتيجة إيجابية؟ لقد أرسلت أكثر من 25 رسالة إلكترونية وتلقيت 9 ردود تقول أنها غير مهتمة أو ليس لديها وقت ورسالتين اثنين من أناس يبحثون عن شركاء لا يتطبقون معنا نلنقي مع النظرة عليهما فالوصف الموجود في ملف المؤسستين يدل على عدم مطابقتهم لاحتياجاتنا انتظر لقد وصل رد جديد للتو وهذا ما يقول مرحبا أميرة اسمي كارلا وأنا نائب رئيس إدارة جهة ريفالا سعيدة بطلبك أنا مهتمة بالعمل على القضايا التي تودين معالجتها من خلال مشروعكم للتعاون عبر الحدود وأمل أن تكون خبرة السابقة كشريك رئيسي لمشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي متعلق بإدارة المياه الساحلية مفيدة وجدتها حسنا لديكم الآن شريك على الجانب الآخر للحدود وقد تم اتخاذ الخطوة الأولى ولكن الطريق لا يزال طويلا ويتطلب العديد من رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والعصف الرهني لتطوير مقترح المشروع رجاء لا تنسوا أنكم سوف تتقدمون لطلب برنامج تعاون عبر الحدود يعطي قيمة عالية بنوعية الشراكة عليكم بناء الشراكة متوازنة مع مؤسسات لديها الخبرة والتجربة والقدرة على إنجاح أنشطة المشروع تحققوا من متطلبات برنامج التعاون عبر الحدود المضمنة في وثائق الدعوة لتقديم المقترحات وعلى وجه الخصوص تحققوا من معايير التقييم للتأكد من أن الشراكة التي أقمتموها سيقع تقييمها بشكل إيجابي خلال التطوير المشروع سوف تحتاجون للتحقق ما إذا كانت الأنشطة المخططة لها تدخل ضمن نطاق اختصاص مؤسستكم فقد تحتاجون أيضاً إلى التفكير في إدماج المزيد من الشراكاء الذين يمكنهم تقديم قيمة مضافة للمشروع وبالنظر إلى فكرة مشروعنا فمن المفروض أن تكون ضمن نطاق كفاءتنا وإذا كانت هناك حاجة لدراسة محددة يمكننا التعاقد واستعانة بمصادر خارجية نظراً لاستبغة التقنية للدراسة أنا موافق ممتاز لقد قمتم بإنشاء شراكتكم وتفقتم على فكرة المشروع وحان الوقت الآن لبدء العمل سوياً لتطوير الفكرة بالكامل ولهذا تحتاجون إلى تبادل البيانات والوثائق لتعزيز نوعية المقترحة مما يعني أنكم سوف تحتاجون إلى التحدث والتواصل المستمر في لال الأشهر القادمة لدينا بعض الوقت قبل الموعد النهائي لذلك نحن بحاجة إلى إعداد خطة شاملة وإلى الاتفاق على المعلومات التي نحتاج لجميعها بالتأكيد علينا التثبت من البيانات المتعلقة بمؤسساتنا والتجربة والخبرات التي سوف نحتاج لتقديمها في مقترح المشروع وربما لو أعددنا استمارة معلومات فسوف تساعدنا في تجميع كل هذه البيانات ولكن ليس هذا فقط سنحتاج إلى تجميع البيانات لإثبات مدى صلة مشروعنا بالمجموعات المستهدفة في المناطق المعنية وهذا الأمر يتطلب الكثير من العمل وكيف سنتمكن من إدارة كل هذا؟ مع وجودنا في بلدان مختلفة فلا يمكننا أن نقضي وقتنا كل يوم في المكالمات الهاتفية تطول إلى ما نهاية وكما تعلمون توجد العديد من وسائل التواصل المجانية التي تمكنكم من التغلب على مشكلة البعد الجغرافي كرسائل البريد الإلكتروني مثلا إيميلز ومكالمات سكايب والواتزاب إلى جانب هذا هناك أيضا منصات مجانية على الأنترنت مثل جوجل درايف أو دروب بوكس والتي يمكنكم استخدامها كمستودعا للوثائق التي تودون مشاركتها ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأدوات يمكنكم الرجوع إلى حزمة دعم الشركاء المتوفرة على منصتنا هذه ومع كل هذه التقنية ستبقون بحاجة لعقد العديد من الاجتماعات القضورية وجها بوجها على الأقل من أجل التحقق النهائي من القرارات الاستراتيجية الرئيسية بالمشروح ولقد عرفنا كيف اجتمع شركاؤنا في المشروع وعرفنا أيضا من خلال مقاطع الفيديو حول تطوير وإعداد المشاريع كيف كانوا يعملون معا ولكن لا يمثل إعداد محتوى المشروع التحدي الوحيد الذي يواجه الشركاء يتوجب عليكم أيضا توزيع الأدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المشروع ففي كل مشروع يتوجب على الشركاء تعيين مقدم الطلب من بينهم وهو الذي سيكون مسؤولا عن تقديم الطلب وعند الموافقة على المشروع سيكون أيضا الشريك الريادية وهل يعني هذا أن أحدنا سوف يكون رئيسا للآخرين؟ ليس بالضبط فلقد خبرت هذا في مشروع السابق ويطلق عليه مبدأ الشريك الرئيسي أو الريادي وهذا يعني أن أحد الشركاء يأخذ بزمام مبادرة في المشروع وبعد توقيع عقد المنحة سوف يطلق عليه اسم المستفيد الرئيسي في حين أن الشركاء الآخرين سيطلق عليهم اسم المستفيدين ومع ذلك فإن القرارات الرئيسية للمشروع يتخذها جميع الشركاء وبالإضافة إلى هذا فإن كل من الشركاء سوف ينفذ الجزء الخاص به من المشروع وذلك وفقا للمهام المسؤوليات المتفق عليها بشكل مشترك لقد فهمت فنحن نعمل معا على إعداد المشروع على تنفيذه في وقت الله ولكن كيف لنا أن نقرر من الذي سيكون الشريك الرئيسي وهل توجد معايير محددة لذلك؟ للشريك الرئيدي أو الرئيسي مسؤوليات ومهام إضافية فهو سيمثل الشراكة بأكملها وينوبها قانونيا وعلى سبيل المثال فهو من سيقدم الطلبة ومن سيتواصل مع سلطة إدارة البرنامج وهو أيضا من سيوقع عقد المنحة مع سلطة الإدارة في حال اختيار المشروع للتمويل وهو سيتلقى الدفوعات وهو من سيقوم بتحويل حصة الميزانية الخاصة بكل شريك وهو سيكون أيضا المسؤول عن الرصد الشامل وعن إعداد تقارير المشروع هذا واضح وهو يعني أن المنظمة المتقدمة بالطلب يجب أن تكون لديها قدرة جيدة في مجال إدارة المشاريع وربما أيضا القدرة على التعامل مع المتطلبات القانونية بالفعل إنك على سواب ولهذا ينبغي أن تكون لديه القدرة المالية لاستقبال وتحويل الدفوعات بالنورو لكافة شركاء البرنامجي فهمت الآن أنه حتى وإن كانت منظمتنا غير الحكومية هي صاحبة فكرة المشروع فمن المرجح أنها لن تكون قوية بما فيه الكفاية لتلعب دور مقدم الطلب الرئيسي للمشروع وإن مجلسنا الجهوي هو الآخر لن يكون على استعداد لأخذ الريادة في هذا المشروع بما أنه سيكون من الصعب علينا إجراء التحويلات المالية للشركاء الآخرين نحن لا لم تلك مثل هذه التجربة حسناً إن هذا يترك لنا خياراً وحيداً لقد عملت إدارتنا الجهوية كشريك رئيسي في السابق مما يعطينا الخبرة والقدرات اللازمة فإذا وافقتم سوف أرتب اجتماعاً مع رئيسنا لمناقشة الأمر ولمزيد من المعلومات المفصلة حول المهام والمسؤوليات أثناء إعداد الطلب أو أثناء مرحلة تنفيذ المشروع يمكنكم مراجعة جدول المسؤوليات المتوفر ضمن المواد الداعمة بمنصتنا لنرى الآن ما الذي لازلتم تحتاجونه لبناء شراكتكم وبالإضافة إلى ما سنضمنه في استمارة الطلب أنا أتساءل عن كيفية العمل سوياً لضمان التنفيذ السلس للمشروع إذا تم اختيارنا وسوف يطلب أيضاً البرنامج من مؤسساتكم التوقيع على اتفاقية الشراكة بصفتهم شركاء في المشروع وستوضح اتفاقية الشراكة هذه الالتزامات بما في ذلك كل ما يتعلق بالتحويلات المالية وبالمبالغ المستردة وبإعداد التقارير وحفظ الوثائق وبإمكانية الولوج إلى الوثائق لحاجية الرقابة وبكل ما يتعلق أيضاً بملكية مخرجات المشروع وسوف تحدد اتفاقية الشراكة المهام والمسؤوليات وصبول التواصل بين شركاء المشروع وستصف أيضاً عملية صنع القرار كإنشاء لجنة توجيهية للمشروع على سبيل المثال إنه من المهم جداً وفي مرحلة مبكرة أن يستوعب جميع الشركاء التزاماتهم في حالة قبول مقترح المشروع وللحصول على فكرة واضحة على ما يتضمنه عقد المنحة واتفاقية الشراكة راجع وثائق الدعوة لتقديم المقترحات ويمكنكم أيضاً الاستفادة من قائمة المراجعة المتوفرة ضمن المواد الداعمة بمناصتنا حسناً لقد استخدمتم بنجاح وسائل البحث عن شريك وقد عملتم بكفاءة مع شركائكم على تطوير مقترح مشروعكم وقمتم بتوزيع متوازن للأدول والمسؤوليات وأنتم تعلمون أنه ستحتاجون لاحقاً لإطفاء الطابع الرسمي على شراكتكم ويتم هذا عبر اتفاقية الشراكة أما الآن فعليكم الانتهاء من أعداد مقترح مشروعكم من خلال العمل على أعداد المنزانيات ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجى مشاهدة الفيديو التالي والمتعلق بتعريف نزانية المشروع نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا التدريب عبر الأنترنت حول برامج التعاون عبر الحدود ونتمنى لكم النجاح في شراكتكم العابرة للحدود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة